أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سفير الإمارة الإسلامية في ماليزية يبحث تعزير العلاقات مع سفراء روسيا وآسيا البسطة التقى سفير الإمارة الإسلامية في ماليزية نقيب الله أحمدي بسفراء روسيا وأزبقستان وتركمانستان وقازاخستان وتاجكستان وأزربيجان وقرقستان في العاصمة الماليزية قلالنبور وناقش الاجتماع الألاقات السنائية بين الإمارة الإسلامية وهذه الدول إلى جانب التفاعل مع دول المنطقة وأشاد السفير أحمدي باجتماع سيغة روسيا واصفا إجاه بمبادرة حامة في السياسة الخارجية للإمارة الإسلامية كما تناول اللقاء آفاق تعزير العلاقات البدية والتعامل المستقبلي في مختلف المجالات مع التأكيد على استمرار رجية العلاقات السابقة ورفع مستوى التعاب قال المولوی عبدالكبير نائب رئیس البزرائي للشؤون السياسية خلال لقاء مع أدد من كبار مديرية محمد درة بولاية ننجهار إنه تم استطاب الأمن في كل جغرافية أفغانستان بتعابن المواتنين شارك هؤلاء الكبار مقترحاتهم بخصوص حل المشاكل في بلد التورخم وتنشيطها مع النائب السياسي عقد معالي رئيس الشؤون الدينية بالمشجد الحرام والمشجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس اجتماع بمكتبة في الرئاسة بمكة المقرمة مع مسؤولي الإدارات الدينية في المشجد الحرام وتم خلال الاجتماع مناقشة الخطط الاستراتيجية المقبلة للرئاسة التي تهدف إلى تعزير تجربة القاسدين والسائرين الدينية في الحرامين الشريفين فضلاً أن تهيئت الأجواء التعبدية المسلى لهم وأكد معاليه على أهمية مزاعفة الجهود وتقديم أفضل الخدمات الدينية بما يسهم في تسهيل أداء العبادة للزبار والمعتميرين كما شدد على ضرورة الالتزام في الجودة والتميز في الخدمات الدينية المقدمة ليتمكن الجميع من أداء عباداتهم بكل جسر وسهولة وكذلك معالي رئيس الشؤون الدينية بالمشجد الحرام والمشجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس قد شهدت توقيع اتفاقية برنامج إصدارات الحرمين الشريفين بالشراكة مع جمعية تبجان وقع الاتفاقية من جانب رئاسة الشؤون الدينية وكيل رئيس الشؤون الدينية بالمشجد الحرام سعادة الأستاذ بدر بن صالح آل الشيخ ومن جانب جمعية تبجان الدكتور عبدالله العزيب وتتزمن الاتفاقية توثيق واتباعة الإصدارات العلمية التي تتناول الدروس والفتاوى والخطب المنبرية كما تشمل تطوير مشروع موسوعة خطب الحرامين ومشروع المنسة التقنية الشرعية الذي يعتبر نموذجا تقنية دينية فريدا في خدمة العلم الشرعي والأكثر ابتكارا في تلبية اختياجات المستفيدين بتنوع تفصيلاتهم قدم إمام وخطيب المشجد النبوي فسيلة الشيخ الدكتور صلاح البدير حديثا تذكارية لفخامة رئيس جمهورية قرغستان صدير جاباروف وذلك نيابة عن معالي رئيس الشؤون الدينية الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن السدس تعبيرا عن تقدير الرئاسة لدور قرغستان في تعزير القيم الإسلامية النبيلة وتبنى قيم التصامح والبسطية ونقل فسيلته تحيات خادم الحرامين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السموف الملك الأمير بن سلمان وليج العهد رئيس مجلس المزراء لفخامته وتمنجاتهما لحقومة وشعب قرغستان الشقيق بمزيد من النماء والتقدم والازدهار كما قدم إمام وخطيب المسجد النبوي حديثة تذكارية لرئيس مجلس علماء الجمهورية القرغستية ولسعادة سفير خادم الحرامين الشريفين الأستاذ إبراهيم بن راس الراسي وذلك نيابة عن معالي رئيس الشؤون الدينية شكرا 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 شكرا